مرحبا بكم في هذه الحصة والتي سوف أتطرق فيها إلى مجموعة من التمارين حول مفهوم الاستجابة المناعية الطبيعية الغير النوعية والتي تدخل ضمن درس مناعة الجسم إذن قبل ذلك قبل الشروع في إجابة عن هذه التمارين سوف أقوم بالتذكير بما يسمى بالاستجابة الالتهابية وأعراض هذه الاستجابة الالتهابية ثم مراحل ظاهرة البلعمة لاحظوا معي هذا الفيديو القصير إذن إصابة بجرح جرح جلدي نتيجة شوكة ملوتة إذن لاحظوا معي هذه العناصر باللون الأخضر هي جراتيم تدخل هذه الجراتيم عبر هذا الجرح إذن هذا الحاجز الميكانيكي فشل في التصدي لهذه الجراتيم وأخص بالذكر الجلد إذن هذه الجراتيم التي تسللت عبر الجرح تؤدي إلى خروج كريات بيضة من نوع خاص ولكن هذه الكريات البيضة تمت إيهاجتها بفعل مواد كيميائية أفرزتها خلايا أو كريات بيضة تسمى الخلايا البدينة والتي تتواجد على مستوى الأنسجة وعلى مستوى اللمف والتي تمت إيهاجتها بطبيعة الحال بفعل هذه الجراتيم التي تسللت عبر الجرح إذن عند دخول هذه الجراتيم يتم تهيج هذه الكوريات البيضاء والتي سميناها خلايا البدينة تتواجد على مستوى اللامفة أو الأنسجة هنا في هذه الحالة إذن هذه المواد الكيميائية أو الهيسامين يؤدي انتقالها إلى الدم إلى ما يسمى بتمدد الشعيرة الدموية يحدد تمدد للشعيرة الدموية وارتفاع صبيب الدم بها إذن هذا التمدد يؤدي إلى خروج كوريات بيضاء من نوع خاص تسمى مفصصة النوات وهذه الكوريات البيضاء بطبيعة الحال من سهل خروجها هي كمية من البلازمة إذن المنطقة سوف تنتفخ نتيجة خروج البلازمة مصحوبة بالكوريات البيضاء المفصصة النوات ما الغرض من خروج هذه الكوريات البيضاء لكي تنتقل إلى مكان دخول الجراتيم وتمنعها من الانتقال نحو الدم أو إلى الخلايا إذن هذه الكوريات البيضاء سوف تقوم ببلعمة هذه الجراتيم إذن كتلخيص لهذه الظاهرة أو ما يسمى هذه الاستجابة المناعية الالتهابية والتي تعتبر طبيعية لأن الجسم يولد بهذه الاستجابة غير نوعية لأن هذه الكوريات البيضاء والتي سوف نسميها بلعميات هي موجهة للقضاء على جميع أنواع الجراتيم بدون تمييز نعم وبالتالي تبتلع هذه الجراتيم وتصدها لكي لا تنتقل إلى الدم والخلايا وبالتالي نتكلم عن مراحل في هذه الاستجابة الالتهابية إذن دخول الجراتيم يؤدي إلى تهيج الخلايا البدينة التي تفرز مادة كيميائية تسمى الهيسامين هذه المادة الكيميائية سوف تؤدي إلى تمدد الشعير الدموية وارتفاع صبيب الدم بها مما يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة ثم خروج عدد كبير من الكريات البيضاء المفصصة النواة لكي تبتلع هذه الجراتيم وظاهرة تسمى البلعمة لا ننسى أيضا وجود المستقبلات الحسية التي نجدها على مستوى الجلد وكما رأيتمها في درس الجهاز العصبي إذن هذه المستقبلات الحسية تمت إهاجتها أيضا بفعل تلك المادة التي أفرزتها الخلايا البدينة تتم إهاجتها أيضا بفعل هذا الضغط الذي يولده هذا الانتفاق الذي حدث على مستوى هذه المنطقة والتي حدثت فيها ظاهرة البلعمة إذن مراحل ظاهرة البلعمة عفوا مراحل الاستجابة الالتهابية نجد الألم نتيجة إهاجة المستقبلات الحسية بفعل مادة الهيسامين وبفعل أيضا الضغط الذي ولدته البلازما والكريات البيضاء هذا الانتفاق كما قلت ثم أيضا الإحمرار نتيجة تمدد الشعيرات الدموية مكان الجرح وارتفاع صبيب الدم بها ثم هذا الارتفاع الصبيب الدموي يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة والانتفاق نتيجة خروج البلازما مصحوبة بالكريات البيضاء مفصصة النوات لغرض ابتلاع هذه الجراتين ننتقل الآن إلى ظاهرة البلعمة ومراحلها إذا لاحظوا معي هذه البلعمية أو هنا كرية بيضاء مفصصة النوات تقوم بتتبيت هذه الجراتين بواسطة أرجل كاذبة تبتلعها فتتدخل أنزيمات هضمية لكي تحلل هذه الجراتين وبالتالي تطرح هذه البلعمية حطام هذه الجراتين كمثال لهذه الجراتين بكتيريات إذن مراحل ظاهرة البلعمة أول شيء تتبيت البلعمية للجراتين كالبكتيريات ثم تاني شيء تتبيتها بواسطة أرجل كاذبة هي عبارة عن امتدادات سيتو بلازمية لهذه الكريات البيضاء ثم بعد ذلك ابتلاع هذه الجراتين ثم هضمها وبالتالي بعد هضمها يتم طرح حطام هذه الجراتين إذن الآن سوف ننتقل إلى بعض التمارين التطبيقية حول مراحل الاستجابة الالتهابية ومراحل البلعمة أو مظاهر الاستجابة الالتهابية وأعراضها ثم مراحل البلعمة نبدأ بالتمرير الأول تعبير رسوم تخطيطية تالية الإصابة بالجرح ثم تطور الجرح إلى خمج جرطومي رتبها حسب تسلسلها الزمني إذن لاحظوا معي هنا الرسم الأول شوكة نلاحظ بعض العناصر التي تعبن عن الجراتيم وهذه الشوكة هي ملوثة لأن الوسط الخارجي ومليء بالجراتيم هنا نلاحظ شعيرة دموية داخلها نجد كريات بيضاء من نوع مفصصة النواة نجد أيضا حتى الكريات الوحيدة النواة لها القدرة على الإنسلال والخروج من جدار الشعيرة الدموية للتوجه نحو الجرطوم وابتلاعه وهنا كما تطرقت إليه الخلايا البدينة التي تفرز تلك المادة التي سميناها الهسامين الرسم الثاني نلاحظ هنا ظاهرة البلعمة إذن هذه الكريات البيضاء تحيط بالجرطوم بواسطة أرجل كاذبة الرسم الثاني نلاحظ ظاهرة الإنسلال لا ننسى بأن هذه الكريات المفصصة النواة أو هذه الكريات البيضاء لهذه القدرة على الإنسلال والخروج عبر جدار الشعيرة الدموية مصحوبة بطبيعة الحال بالبلازمة قصد التوجه نحو الجرطوم ثم هنا الرسم الثاني يعبر عن تمدد الشعيرة الدموية مكان الجرح خلايا بدينا وهذه العناصر الكيميائية التي أدت إلى هذا التمدد والتي سميناها الهسامين إذن الآن سوف نحاول ترتيب هذه العناصر إذن في نظركم الرسم الأول هو هذا الرسم ثم تاني رسم إفراز الخلايا البدينا لمادة الهسامين الذي سوف يؤدي إلى تمدد الشعيرة الدموية وبالتالي ما الغرض من هذا التمدد وارتفاع صبيب الدم لها قصد إخراج عدد كبير من هذه الكريات البيضاء والظاهرة التالية أو الرسم الثالث هو ظاهرة الإنسلان ثم الرسم الأخير ظاهرة البلعمة التي قامت بهذه الكريات البيضاء إذن الرسم الأول مرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ثم المرحلة الأخيرة حيث هذه الكريات البيضاء سوف تبتلع هذه الجراتب إذن هنا هذه الكرية البيضاء تميزت بخاصيتين الخاصية الأولى هي قدرتها على الخروج من جدار الشعر الدموية إنها ظاهرة الإنسلان ثم الخاصية الثانية قدرتها على ابتلاع الجراتيم التي تحاول الانتقال نحو الدم والخلايا والظاهرة تسمى البلعمة تمرين ثاني رتب الأحداث التالية التي تعبر عن أعراض الاستجابة الالتهابية الانتفاخ، الإحمرار، الألم وارتفاع محلي في درجة الحرارة في نظركم أول حدث هو الألم لماذا؟ لأن دخول الجراتيم يؤدي إلى تهييج الخلايا البدينة وإفرازها لمادة الهيستامين والهيستامين يؤدي إلى تهييج النهايات العصبية التي توجد على مستوى الجلد إذن الألم إذن بعد هذه المرحلة، بعد هذا الحدث، سوف تأتي ظاهرة أخرى إنها الإحمرار لماذا؟ لأن الهيستامين سوف ينتقل إلى الدم ويؤدي إلى تهييج الكوريات البيضاء على مستوى هذه المنطقة التي دخلت إليها الجراتيم على مستوى الشعارات الدموية يؤدي ارتفاع صبيب الدموي على مستوى منطقة دخول الجراتيم إلى إحمرار هذه المنطقة وارتفاع صبيب الدم بها الذي يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة الغرض من ارتفاع صبيب الدم هو خروج عدد كبير من الكوريات البيضاء لتصد هذه الجراتيم وتبتلعها وبالتالي تخرج كمية من البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء والظاهرة الأخيرة والحدث الأخير هو الانتفاخ إذا لاحظوا معي الترتيب، الألم، الإحمرار، ارتفاع محلي في درجة الحرارة ثم الانتفاخ إلا أن هذه الأحدث تتم بطبيعة الحرارة بسرعة التمرين الثالث أضع علامات X أمام الاقتراح الصحيح يرجع الانتفاخ أثناء الاستجابة الالتهابية لإهاجة المستقبلات الحسية مكان الجرح تمدد الشعيرات الدموية خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النواة ثم ارتفاع صبيب الدم مكان الجرح وبطبيعة الحال يرجع الانتفاخ نتيجة خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النواة إلى مكان تسرب الجراتيم قصد ابتلاعها إذن السؤال أو الجملة GIM هي الجملة الصحيحة خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النواة هو السبب الذي يرجع إلى الانتفاخ أثناء الاستجابة الالتهابية السؤال الرابع رتب مراحل ظاهرة البلعمة حسب تسلسلها الزماني إذن هنا كما تلاحظون بلعمية وبكتيريا هنا بكتيريا داخل البلعمية داخلها حويصلة مملؤة بأنظمات هاضمة الرسم الثالث يعبر عن طرح هذه البلعمية لحطام الجرثوم لحطام البكتيريا ثم الرسم الأخير يعبر عن تثبيت هذه البكتيريا بواسطة هذين الامتدادين الذين يسميان أرجل كاذبة إذن بطبيعتها أول رسم هو كالتالي ثاني رسم هو مرحلة التثبيت ثالث رسم هو مرحلة الإبتلاع إبتلاع الجرثوم إذن هنا سوف نكتب مرحلة إذن هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية أرجل كاذبة قامت بتثبيت البكتيريا المرحلة الثالثة هنا إبتلاع البكتيريا ثم المرحلة الأخيرة هذه طرح الحطام إذن المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ثم آخر مرحلة هو طرح حطام الجرثوم السؤال الخامس تمثل رسم التخطيطية التالية الإصابة بجرح وتطور جرح إلى خمج جرثومي إملأ الخانات بما يناسب إذن لاحظوا هنا شوكة ملوثة أدت إلى دخول جراثيم داخل الجلد إذن شوكة ملوثة جراثيم هنا نجد على مستوى الجلد مستقبلات حسية ثم هنا شعيرة دموية إذن الإصابة بجرح الجزء العلوي من الجلد الذي يسمى البشرة ثم الجزء العميق من الجلد الذي يسمى الأدمة هنا نلاحظ انتفاخ المنطقة وهي أحد أحدات الاستجابة الالتهابية وأحد أعراض الاستجابة الالتهابية ثم ما يسمى بتطور الجرح إلى خمج جرثومي إذن والإجابات هي كالتالي نهايات أو مستقبلات حسية على مستوى الجلد التي تتم إهاجتها دخول جراثيم عبر هذه الشوكة وبطبيعة الحال إنها شوكة ملوثة عرق دموي إذن هنا نلاحظ كريات حمراء كريات بيضاء الإصابة بالجرح لم تظهر بعد أعراض الاستجابة الالتهابية الجزء العلوي من الجلد بشرة الجزء العميق من الجلد أدمة ثم انتفاخ الجرح ثم نلاحظ تمدد الشعير الدموية خروج البلازمة مصحوبة بالكريات البيضاء مفصصة النوات التي تبتلع الجراتيم وهنا نتكلم عن أعراض الاستجابة الالتهابية إذن نكتفي بهذا القدر وتابعوني في سسلة جديدة من تمارين حول الاستجابات المناعية ومفاهيم أخرى شكراً وإلى اللقاء